التقى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس بالهيئة الإدارية ولاعبي الفريق الكروي الأول بنادي التلال الرياضي وجهازه الفني والإداري المتوجين بلقب النسخة الثانية من كاس العاصمة عدن وجدد لملس في مستهل اللقاء مباركته لنادي التلال بتتويجه بكأس عدن مشيرا إلى أن هذا التتويج يعكس الجهود الكبيرة التي بدلها اللاعبين والجهاز الفني والدعم الكبير الذي يحضي به من قبل جماهيره العريضة طوال مشواره البطولي اشتركوا في القناة